وفي محافظة الجيزة تستمر مؤسسة حياة كريمة في تنفيذ مرحلة ثانية لتوفير اللحوم الطاضجة بتخفيضات كبيرة طالت اللحوم البلدي والمجمدة بالإضافة للدواجن وتأتي ذلك هذه المبادرة ضمن مبادرة توفير اللحوم والدواجن بأسعار مدعمة في كافة محافظات الجمهورية بعد توجيهات من الرئيس السيسي بتخفيض أسعار السلع بما يتناسب مع جميع فئات المجتمع تستمر مؤسسة حياة كريمة بتنفيذ مرحلة ثانية لتوفير اللحوم الطازجة بتخفيضات كبيرة طالت اللحوم البلدي والمجمدة بالإضافة للدواجن في مبادرة جميلة عملها حياة كريمة نحن بنبيع اللحمة البلدي بدل ما تتبيعها ب450 تتبيعها ب210 واللحمة المستوردة بدل 260 ينبيعها ب185 كيلو المفروم 190 جنيه لحمة درجة أولى ما شاء الله لقين إقبال جامد اللحمة بتنزل يوم بعد يوم وأيضا يوجد فراخ الفراخة ب90 جنيه إحنا حضرتك عايزين الحاجة ترخص يعني الحاجة لو زي كده هنلاقي وفي ناس غلابة مستحقية يعني إحنا بنلاقي نجيب في ناس غيرنا مش لاقي يجيب يعني لو زي كده تنزل عربيات مبادرة هنلاقي الحاجة أما كل حاجة مغليينها يعني نشوف إحنا دلوقتي إحنا نعرف نجيب لحمة لكن غالية بربعمية وربعمية وخمسين مين لا يجيبها بضرة كويسة واللحمة كويسة هي والناس الغالبة كتير يعني يشكر يعني الرئيس يعني اللي بيعمله مع الشعب يعني وربنا كريمة وتفضل على طول كده يعني وبمجهودات متطوئ حياة كريمة يتم توفير اللحوم بثلاجات أو منافذ متحركة في عدد من مناطق ومدن محافظة الجيزة وتحمل كل ثلاجة ما يقرب من مائتين وخمسين كيلو من اللحوم المذبوحة في نفس اليوم ليصل سعر الكيلو الواحد إلى مائتي وعشرة جنيهات للبلد ومائة وخمسة وثمانين جنيه للمجمدة حاجة جميلة جدا من مبادرة الساد الرئيس مائة وخمسة وثمانين جنيه حاجة حلوة بجد يعني يعني احنا فارق أسعار كبير برا المحلات بنلاقي المحلات تلتمائة وخمسين ربعمية فدي حاجة كويسة جدا وبنصح كل الناس يجوا جربوا المبادرة ديت ويا رب دايما في خير وسعادة يا رب كده يا رب احنا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو مقدم لنا مبادرة بالنسبة يعني للحوم والدجاج والأطعمة الغذائية صراحة من الصعب ان احنا دلوقتي نشتري لحمة لحمة بسعر ربعمائة جنيه فان هي تنزل بسعر مائة وتمانين وأكتر لا حاجة كويسة جدا ويريتني الشجع ان هي تكمل وتأتي تحركات مؤسسة حياة كريمة للتخفيف عن كاهل المواطنين اعباء الحياة بالاضافة لمحاربة الغلاء وجشع التجار بتوفير السلع ومنها اللحوم باسعار مخفضة فضلا عن مبادرات اخرى تعمل على بناء الانسان كريم بيبرز التلفزيون المصري